توصل الدولة جهودها لإدارة اقتصادها بما يمكنه من تجاوز التحديات والأزمات العالمية والإقليمية ذات الانعكاسات والضغوط الحادة على النشاط الاقتصادي وذلك في جميع دول العالم حيث اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات للمساهمة في زيادة نمو وصاف الاستثمارات الأجنبية المباشرة وجذب الاستثمار الأجنبي وتمام عمليات التخارج من العديد من المشروعات بالمشاركة مع القطاع الخاص سهام الأزمات الدولية والإقليمية المتلاحقة أصابت الاقتصاد العالمي التي جاءت متزامنة مع وصول أزمة سلاسل الإمداد والتوريد العالمية إلى ذروتها وارتفاعات متلاحقة لأسعار السلع ومدخلات الانتاج الدولة نجحت في الذود عن الاقتصاد المصري عبر الإصلاحات الهيكلية القوية والبنية التحتية المتطورة لتحفز مصار الاستقرار الاقتصادي كما أعلت لواء المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص باعتباره قاطرة التعافي الاقتصادي فتم إقرار مجموعة من القرارات والتعديلات التشريعية لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية والشفافية داخل الاقتصاد المصري وجاء في مقدمتها إلغاء الإعفاءات الضربية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية الاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة قرارات المجلس الأعلى لاستثمار جاءت لتعزز من التنافسية وشفافية بيئة الاستثمار من خلال العمل على السماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الانتاج للعمل بنظام المناطق الحرة كما أقر المجلس تحديد مدى زمني لموافقات تأسيس المشروع بما لا يتعدى عشرة أيام عمل وإنشاء منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات مع التوسع في إصدار الرخصة الذهبية المجلس الأعلى للاستثمار وافق أيضا على السماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين وذلك لمدة عشر سنوات تيسيرا لإراءات الاستيراد وشهد عام 2023 تقدم الحكومة في برنامج الطروحات الذي تم تنفيذه على مرحلتين ضمت الأولى طرح حصص في شركات الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع ومصر لإنتاج الأسمدة وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيموية والبنك التجاري الدولي وفور للبنوك والمراكز التكنولوجية بالإضافة إلى طرح إيه فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية أما المرحلة الثانية فقد قامت فيها الدولة بالتخارج الفعلي من سبع شركات مع جذب استثمارات تقدر بنحو ملياري دولار في عدة قطاعات وهي الصناعات الكيموية وأنشطة الاتصالات وخدمات الإقامة والصناعات المعدنية وأنشطة استخراج البترول والغاز الطبيعي وتكرير البترول الإجراءات الحكومية أسهمت في المحافظة على توجهات النمو للاقتصاد المصري على الرغم من الضغوط الخارجية كما كشفت مؤشرات الأداء للاقتصاد المصري عن نمو صاف الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2023 بنسبة عشر بلها وهكذا تواصل الدولة إدارة اقتصادها بما يمكنه من تجاوز سنوات متتالية من التحديات والأزمات العالمية والإقليمية ذات الانعكاسات والضغوط الحادة على النشاط الاقتصادي في جميع دول العالم